إلى ذلك طلب فلاح وقضاء سمر الحكومتين المحلية والمركزية بإصدار القرارات الحازمة لمنع استيراد الخضر والمحاصيل الزراعية والذي أثر سلبا على وضعهم الاقتصادي منشدين بتقديم دعم إضافي للفلاحة لإيقاف الهجرة من الريف إلى المدينة بالنسبة للاستيراد المحاصيل الزراعية اليوم عدنا بضاعة رقم واحد من ناحية المخضر ومن ناحية الفواكه بضاعة رقم واحد الفلاحة اليوم يتعب لأنه يستوردون بضاعة من الخارج وهذه البضاعة تأذي الفلاحة بشكل مباشر فالفلاح يطالب اليوم بوقف الاستيراد هذه المحاصيل الزراعية المحاصيل اللي طب للعراق على وزارة الزراعة أن تجيب الفلاح من هذه الناحية حتى في سبيل الفلاح شوية تصعد الأمور ماضية وتنعوض شوية لأنه يتأذي حيال بسبب الاستيراد اليوم من الطب البضاعة ما الفلاح وفقط المحاصيل المحلية الفلاح يستفاد بس إذا الطب بيها بضاعة مستوردة يتبهدل الفلاح ليه إش أنها البضاعة المستوردة تنزل السوق الأسعار تنزل بيها والله الفلاح أموره تعبانه أولا الدولة ما تدعمه والحاصل واقف ما جعل ينباع والسوق تعبان لأن الاستيراد موجود وتعرف أنت الفلاح هذا أموره هذا السوق لحد الهان حلواني كان ينباع بلف ألف وربع أكو ببدأ بالعمل يسمون ميزان تجاري الميزان التجاري عندما تتوازن قيمة الصادرات وإيه قيمة الواردات يسمون ميزان متعادل أما الميزان الإيجابي قيمة الصادرات أجد من قيمة الواردات فإحنا سنستور الطماطة وخيار وبيتنجان ومدبريل الفلاح العراقي إحنا نريد دعم للفلاح بحيث الفلاح مني نجل العلاقة بشوق الهشوب والجايد يشوي المصانع تعليب للمواطني بالنسبة للفلاح العراقي الفلاح العراقي ترى هالسا وقع لأنه دعم ماكو أي دعم للفلاح العراقي ماكو العام موسم الحنطة يعني بسبة الأمطار جخير من الله فإحنا نرجو من الحكومة العراقية أن تدعم الفلاح المستورد يعني نستغني عنه المنتوج المحلي يكفي الشعب وكفي العراق بصورة عامة أي دعم ماكو يعني أي دعم ماكو للفلاح العراقي لا أسمده لا بذور لا أكل شيء تدعم ماكو للفلاح الفلاح ترى الفلاح وقع الفلاح ديش الأيام السابقة وقع هسا إحنا كان ديش المرحلة تعدينها إحنا هسا علينا العراق شوية ردي ينهض أو تدعمون الفلاح بالمواد الزراعية ألمود الفلاح العراقي ينتعيش ويجيب محصول للسوق ترجمة نانسي قنقر